يمكن في بداية الحلقة اتكلمنا مع حضرتكم عن سؤال الحلقة وهو ليه بنحب جونك فود رغم مشاكله الصحية ده السؤال اللي احنا استعرضنا فيه بعض من اجاباتكم على صفحتنا على فيسبوك لكن خلونا ناخد الموضوع اكتر بشكل علمي ونتكلم عنه اكتر بشكل علمي ليه عندنا ثقافة الاقبال على اكل الشارع ليه ما فيش التزام باكل البيت الاضرار اللي ممكن تعرضنا لمشاكل صحية بسبب الاكثار من تناول الاكلات الجهزة والاهم من كل ده ازاي نقلل منها ونحافظ على صحتنا ونحد من زيادة الوزن روشتة في الحقيقة صحية جدا محتاجينها النهاردة هتكتبها لنا الدكتورة جهان فؤاد استشاري التغذية العلاجية وتغذية الأطفال وعميد المعهد القومي للتغذية اللي منورانا النهاردة في صباح الخير يا مصر الصباح الخير عليك يا دكتور صباح خير دكتور صباح النور دكتور من غير كلام كتير ليه بنحب الجنك فود رغم ان احنا عارفين انه عنده بيسبب لنا امراض ومشاكل عشان الدهون فيه عالية وعلشان طعمه احلى طعمه احلى علشان فيه مكسبات طعم كثيرة يعني مكسبات الطعم دي انواع كثيرة جدا يعني بالاضافة ان نسبة الدهون بتاعته عالية فعشان كده احنا بنحبه دايما اي حد بيعمل اكل صحي في البيت طبعا اكيد الدهون بتاعته ما تبقاش عليه مكسبات الطعم دي كمان للأسف الشديد كمان بالداري لو كان الطعم ده فاسد او غير مصبوط فممكن ببساطة شديدة ما عرفش طبعا مش هتعرفي الامهات في البيت بس تبتدي تهتم بحكاية مكسبات الطعم اللي هي الطبيعية الحبهان والمستيكة والحاجات اللي هي موجودة التدبيلات والحاجات اللي زي ما بتطلعش نفس الطعم هيا ما هو بقى ساعات يقوله ده رزق وكل حاجة لكن للأسف الشديد انتشار هذه الانواع من الاغذية انا مش بتكلم على المحلات اللي فيها الموظفين او العمال اللي شغالين معهم شهدات صحية انا بتكلم على العربيات الشوارع او الحاجات الموجودة طبعا القصة برضو لها بعد اجتماع كبير احنا دولة متوسطة الناس امكانياتها الاقتصادية الي قصة مشروع ان يعمل اكل ده مشروع مربح فحيلاقي سوء فيه وحتشتغل كمان تكلفة اعداد الطعام في البيت بقت عالية جدا على السيدات الفقيرات فبالنسبة لها انها تدي لبنها فلوس عشان نجيب صندويتش من البرة ده اسهل لها من ناحية الطاقة والتكلفة في البيت فاحنا لازم نبص على انا مقدرش اقول امنع العربيات الموجودة في الشارع بس زي ما حصل دلوقتي فيه تعديل في بعض القوانين علشان العربية دي مفروض يكون شكلها ايه ومفروض يكون الصلاحيات عاملة ازاي لان احنا بنسافر حتة كتير في العالم وعندهم برضو اكل في الشارع لكن هي قصة الجونك فوت دي قصة تانية بالنسبة حتى المحلات اللي بتقتم الوجبات الجاهزة ولزمت في الخارج مصر يعني انها تقول المحتويات بتاعت تركيب الاكل والوحدات الحرارية عشان حضرتك تبقى عارف ولو تاخد بال حضرتك الحاجات حتى السلاسل كبيرة دلوقتي بتحط انواع من الاكل جنبه يعني هتلاقي خاص محتوط فيه سلطات محتوطة في المكان دي بقت الزام عديهم لكن للأسف الشديد هتفضل قصة الترانسفات الدهون المحولة ودهون المحولة دي في منطقة الخطورة ارتفاع معدلات الضغط والسكر والقلب زي ما حضرتك شايف حتى في الأطفال الصغيرين والناس الصغيرين ممكن اكل مرة ده نصيحتنا بقى مرة كل قد دي ايه مسر يعني مرة في الأسبوع مرة كل شهر لكن ما يبقاش روتين حياة حضرتك أكيد عارف ان فيه ناس روتين حياتهم منتاكل كل يوم بره طبعا ده مش صح كنا بنتكلم عن ده في البداية ان فيه ناس بتضطرهم ظروف العمل بالنسبة للسيدات ان هم مش بيعملوا أكل وفيه شباب بتضطروا ظروف ان هو شغال 12 ساعة بره ما عنيش شيء هيتطر ان هو يفطر ويتغدأ ويتعشى كمان حدث معميني كلامي يمكن حضرتك يعني مش متوقعه فضل الأكل أعدات الطعام ده مسئولية الست كنها ان هي انا تزودت بقى عندي أسرة وعندي أطفال فانا لسا ما كون مسئولة عن إعداد الطعام يا واحدة مش هنعملوا يعني بنفسي وندخل في حكاية انا مش ملزمة لأ انت مسئولة عن أسرتك في جميع الجوانب احنا ما هنكون لنا بنشتغل لحنا كلنا بنعد طعام سابق بنوفق ما بين البيت وما بين الشغل ايوة فندم لازم والست نكحة على فكرة الست ملتي تاسك يعني الست تقدر تعمل حاجات كتير متأكدين من كده فندم مش صعب جد عليها وخصوصا ما يفندم دلوقتي مهما كان مستويات الناس الناس بي عندها مايك ويف الناس عندها دلوقتي الفراير اللي هي بتقني من غير زيت بيجيبوها بيعملوا بجمعية وبيجيبها بأي طريقة دي سهل عليها لكن لازم تكون عندها خطة لطريقة الأكل طول الأسبوع ممكن لو تزنقنا في وقت صحيح أنا اتأخرت في الشغل ما كنتش عامل حسابي طبقى مرة لكن روتين حياة بصراحة ده مش صحي خالص لا عليها ولا على زوجها ولا على الأطفال اللي طلعين طبعا حالك شاف النسبة السمنة عندنا في مصر ازاي ده بهذا المستوى ازاي وخصوصا بعد كورونا وقعدتنا في البيت وطريقة الأكل فبصراحة السمنة كمان لما تبتدي من سن صغير ده خطورة كبيرة جدا منظمة صحة العالمية بتقول ان السمنة مرض كرونيك يعني مرض زي وزي السكر والضغط والقلب طريقتنا في التفكير حتى في علاج السمنة دلوقتي ان انا هفضل عالج طول العمر عشان ما يحصلنيش المشاكل لما بتيجي الطفلة كمان سمنة معناها انه قريب قوي هيجيله سكر هيجيله ضغط هيجيله قلب بالنسبة لي كدولة بتعتمد على أفراد بتعلمهم عشان يبنوا البلد انا بفقد شخص فما ينفعش يكون ده تنولنا في الموضوع يعني عايزين نعرف كمان الناس الفرق ما بين الجنك فود والفاست فود الناس فاكرة انه يعني او بعض الامعات فاكرة انه سهلة قوي نقلي ناجت نقلي ستريبس نقلي نحط لهم في الصندوتيات في المدرسة اللانشون والحاجات دي كلها الحاجات دي برضو مصنعة فالحاجات دي كمان مش مفيدة وبالضر يمكن حاجاتك ما تبع كلام كتير على المواد الحافظة يعني في بعض الأمراض عند الاطفال دلوقتي الى الان احنا مش عارفين سببها ايه الاوتزمة مثلا والهيبر اكتبتي الحركة الاطفال الحركيين واللي عندهم اوتزمة كل الحاجات دي بيعزوها الى المواد الحافظة اللبان اللي بيلون اللسان المصاصة اللي مش عارفة بتعمل ايه كل الحاجات دي مواد حافظة ممنوعة دوليا بتدخل على الجهاز العصبي الجنك فود والفاست فود ما انا ممكن اجيب فاست فود يكون مشوي القلي ده في مشكلة بيزود الدهون تاني حاجة انتي مش عارفة نوع انتي عارفة حضرتك في حاجة اسمها الزيت الماء اللي بيه قبل كده ده بيتباع في بعض الاسواق يعني مفروض انا حتى لو الفراير ده الموجود ده ترتيب الاولويات احنا بنقوله للناس ممكن تجيب بألفين جنيه او تلات تلاف جنيه حاجة مش مهمة لكن لما المية مثلا مصدرها الاكل يكون معمول بطريقة صحية ده ممكن نعلموا الامهات اقول لها معلش اكتهد يجيب فراير بتحبوا الحاجات المقرمشة لكن الغمر في الزيت معت القلي مش مفضل يعني زي ما بقوله حضرتك النفس ساعات بتطلب لكن ما يبقاش الروتين بتاعي ان انا بقلي كل يوم يعني حكاية ان انا اللي انا بحدده النفسي من اللحوم ومثلا والاسماك او كده تبقى متبالة ومحتوطة وشوحة ده طريقة لذيذة في الطعم وصحية اكثر لكن خلينا نتفق برضو دكتورا ان المكسبات الطعم دي مهمة طب معلش احنا عايزين بس نسأل سؤال بس احنا هنروح نشوف رأي الناس احنا هزين نسأل سؤال هل مكسبات الطعم والحاجات دي ينفع لو استخدمتها ست البيت والصناعية اللي هما بيستخدموها برا هتكون مضرة ولا هتكون لأ لان الطبيعية زي ما اتكلمنا الحبهان والحاجات دي ما بتديش نفس الريحة ولا بتدي نفس الطعم لا لو استخدمت الحاجات كركم لا لا في حاجات بس يا مش عارفة لا في حاجات حلوة كتير جدا ده كيت سر الصناع بقى بتاع عربية الكبدة اما هدي التلوث يا فاند باصر طيح خلينا نشوف رأي الناس احنا نزلنا طبعا الشارع عشان نشوف رأي الناس هل بيفضلوا الاكل في البيت ولا الاكل الجاهز والسريع فهنروح دلوقتي نشوف رأي الناس ونرجع لحضراتكم مرة تانية السؤال الوحيد اللي تقريبا بيتكرر معانا كل يوم هتاكل اين نهاردة؟ سواء كنت في البيت او في الشغل او حتى خارج مع اصحابك والمصريين تحديدا لهم تقوس معينة في الاكل عشان كده نزلنا سألناهم النهاردة عن اكلاتهم المفضلة واكلهم اليوم ايه اكلتك المفضلة؟ المحش الوقت هنا المحشي فان الاسماك ان شاء الله بامياء باللحمة الضانية اه يعني سمك محيشي كده يعني طبعا الصلطة مع اي حاجة مشوية يعني ايه هي الاكل اللي مش بتحبيها تنزل على الصفرة؟ لا بصراحة انا بحب الاكل كله يعني بس ممكن البصارة كل الاكل بحب فواكه اللي هم بحبها بعدها يعني الفراخ ما بحبهاش اوي فواكه اللحوم معنا صح قلتش لحمة خالص؟ لا فواكه بتاعتها اللي هي المنبا والكواه والحاجات دي كلها تقلي كتير الحاجات المسبكة اوي المحش الكروم كل الاكل تريد ما بحبه وما تعرضش لحاجة معانة انا بيقام فور منها بحباتش طيب قولي انت بتحب تاكل في الشارع ولا بتفضل اكل بيه لا اكل المنزل احسن اقمن كمان اقمن لا بحب اكل البيت جدا اكتر وخاصة في الاسعار احنا فيها دي كمان الديليفري بقى عالي اوي اوي هو بس منقص بس لكن لا يعني بني اكل البيت افضل طبعا لا البيت افضل طبعا بكل المقرس وصحي كمان هو طبيعة الشغل بتاعتنا بتحكم علينا اكل الشاع وتسعين في المية اكل بقى على طوال تراحة بفضل البيت يعني اي حاجة ممكن انا بعملها في البيت البيتزا الهامبورجر الحاجاتي بحب انا اعملها في البيت عندي ما حبش اجيبها من برده اكل البيت لا استغنى عندي هل في تقوس معينة للأكل؟ طبعا زي انا زي بعض زي كل مصير تقوس معينة؟ لا فيش تقوس معينة يا مشي لا 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 ما فيش حاجة معينة عندي اه بحب دايما يكون موجود حاجات خاضرة يعني المادة الكورولوفير دي اللي موجودة في الحاجات القادرة بتحببني في الحاجات القادرة الخضرة شايفة ايه الاكل الغذائي اللي شايفة من وجهة نظرك مفيد ومليان بكل العناصر الغذائية اللي بتفيد جسم الانسان هو اي نوع خضاري يعني سبانخ القاس فسولية خضرات كل الخضروات عمل يعني اكل من غير خضروات ما ينفعش وبعدين بحب ادخل الجبنة البيضة برضو جنب الاكل بدور الحاجة معينة في صراحة العناصر الغذائية وعملدية وعملدية يعني هو تريبا اهم حاجة يكون موجود فيه سلطة مهمة جدا في الاكل لكن الزائلة طبما يا دكتور اهو الناس بتاكل سلطة والله كويس بسط هم خايفين بس لما يروح ما يلاقوش اكل خايفين من مراتاتها عايزة حضرتك تفاهمينا ان بعض الناس مقتنعة انه مثلا ممكن اكل انا سندويتش الكبدة اللي بخمسة جنيه في الشارع من غير ما مش ناس دول شازلي شكرا يعرفتها هي مرة بالمناسبة موضوع الكبدة انا بحب كبدة الشارع بالمناسبة بس ممكن خليها مرة كل شهرين كل ثلاث شهور بس انت قلت بقى حاجة حلوة جدا يا شازلي انه الناس حاجات برضو الحاجات دي يعني بعد شر عليك عرضة لهباطاتس ايه يعني هباطاتس ايه بالذات اكتر حاجة تاني حاجة انتشر عليه عندنا يمكن حضرتك تسمع عليها حاجة اسمها اللي هي زي نوع من الديدان كده اللي هي اتش بايلوري حاجات انواع معينة كده موجودة والجرسومة المعدة جرسومة المعدة دي كرسة العلاج بتاعها حتى كمان احنا كناش منسدى انه ممكن تحصل للاطفال بقت تحصل للاطفال بتمنع الامتصاص وبتدخل الواحد وعلاكها في مطال صعوبة والاساس فيها جنك فود الاكل اللي هو انا عندي عايز اقولك على حاجة مهمة كمان في حاجتين مهمين عايزين نتكلم عليهم ليه احنا بنفضل الاكل دي بقى العادات الغذائية اللي بتكونها الامة في البيت اللسان الواحد بيولد ما عندهوش تفضلات غذائية الامة تبتدي تحط ملح وسكر وحاجات معينة فتبتدي يبقى عندك اللسان والمزاج متحسن بطريقة الاكل زي الناس دايما تسأل ليه الاندوم يعمل كده في الناس مع انه في مطال خطورة علشان بيخاطب حسة كده اسمها الامامي اللي هي احساسك بحاجة طعمها في مدهن شوي فالولاد بقى مدمنين ليه من كتر ما هم بيأكلوه فدي حاجة مهمة ان احنا من الاول نبتدي التفضلات الغذائية للحاجات الصحية في البيت يعني ده مسئولية على الامهات الجرسومة المعدة دي في مطال خطورة اهباطايتس حاجات تانية كتير نخش على الحتة مهمة احنا دخلين في تغيرات مناخية التغيرات المناخية بتخلي درجات الحرارة لو تاخدوا بالكم ارتفعت عننا عن المطلوب فده بيعرض الاكل للفساد السريع يعني زمان كنت تقولي الاكلة دي برا التلاجة اربع ساعات دلوقتي مع ارتفاعات درجات الحرارة ما تنفعش تقعد اصلا برا التلاجة وساعات الناس كمان حتى في البيت بتعمل حاجات غلط في التلاجة يعني دايما الناس متعودة تعمل الاكل وتسيبه ليأكل ليأكله وبالليل نشيله في التلاجة ده في منطقة خطورة لانه بيخليها مليانة بكتيريا برضه فانا مفروض اعمل الاكل ويهدى وحط في التلاجة فلو برا انت مش عارف يا فانتم عشان كده بيزود قوي مكسبات الطعم والمناكهات اسمها كده علشان يديك انت بقاش عارف ده فاسد مش فاسد وده يعني مشكلة كبيرة بصباح طيب حضرتك قلتي برضه انه ست البيت ممكن هي طبعا ملزمة انها تعمل الاكل او توفر الاكل اولادها ممكن يوم يومين بيحصل ظروف مثلا او مشغولة او اتأخرت في الشغل او اي حاجة حصلت فما عملتش اكل في البيت ففي الحالة دي الاولاد هيكلوا من برا هيكلوا ايه من برا ما شويات ويكون حد عارفان وبلاش بقى يكون جنبها بطاطس وحاجات زي كده لان دي الاسف مشكلة كبيرة في التخن ما انت شايف اللي حاصل يعني ممكن سمك لو حد هي عارفة حد انه هو كويس لان برضه على فكرة الاسماك ممكن تفسد ومش هتعرفها غير بعد ما يحصل تسمم فعلا منها فهي يعني يبقى عندنا طب ما نعمل اكل اللي هو عندنا فول ونفتح جبن وحاجات زي كده في اليوم ده الجبن والفول والطول يتغدوا بيه نتغدى يا فندم ايه المشكلة والغدا مش لازم يكون انت مشكلتك ايه مش لازم بروتين طبق صحي فيه بروتينات اسلق بيت اعمل قملت يعني اليوم ده مش لازم يكون حاجة فيها كلام كتير مش عارف مصدره يعني ممكن حاجة يكون في البيت بالاضافة انه هي لما كنا عامل على الحاجات سابقة التجهيز في البيت اللي يجي التصاط موجودة اشوح وعندي صلطة عقلبة صلطة معمولة يعني يبقى فيه عندنا تصورات للتصرف عشان الام بتبقى عليها مسئوليات كتير يبقى فيه مساعدة كده للتصور ايه ممكن نكون ايه انا كل حال هي مسئولية كبيرة قوي على الام والاب انه هم يوفروا مناخ امن للأولاد والنفسهم عشان خاطر نضمن وجود يعني انسان زي ما حضرتك قلت صحي لانه الانسان الصحي ده هيمتج في المجتمع وهيبقى انسان فعال وذات كفاءة ولمستقبله انما لا انسان التعبان اللي بيعاني من السمنة والقلب والضغط احنا كده فقدنا قيمة من المواطنين الموجودين عندنا وده اكيد حاجة احنا مش عايزينها كل الشكر لك يا دكتور يعني نورتينة وافتينة في الحقيقة دكتورة جيهان فؤاد استشاري تغذية العلاجية وتغذية الاطفال وعميد المعهد القومي للتغذية شكرا يا فندم عزين جدا شكرا لحضرك طبعا على كل هذه المعلومات الموضوع بيبدأ من وانت صغير يعني الاب والام دلوقتي وطفلهم لسه صغير يبتدوا يعودوه على انهم ما يتعودش زي ما الدكتورة كان بتقول بتزود سكر بتحط ملح فهو خلاص مزاجه تزبط على الحاجات دي انت مع الوقت هتبتدي بقى طبعا هي مشغولة فيبتدي يتعود ان هو يطلب ديليفري بعدما يكبر فخلاص هو اتعود على ده فهي طالما انت يعودتي على كده هو هيفضل طول عمره كده وده طبعا هيضر بصحته بشكل كبير جدا